ارتجاب مخالفة كانت ممكن تؤدي إلى ركلة جزائع. حالة تانية. شوف الحالة تانية يمكن هنا مطالبة براكلة جزائع. لحد الوقت ما فيش أي مخالفة هنا اللعب يتحرك بكرته. وهنا بنشوف هنا التزديد وهنا مطالبة. وهنا اعتراض من اللعبة النادي الآلي على ركلة جزائع. بنشوف هنا ما فيش أي مخالفة خالص. تنافس عادل وهنا كمل. وهنا بس اللعطة دي كابتن أنا جايبها. ليه؟ لأن هنا كابتن تزديد هنا الكرة تصطدم بالجسم وليس بالإيد. والإيد هنا في وضع طبيعي. والتاني هنا لا توجد مخالفة لمس الكرة بالإيد. وقرار الحكم باستمرار اللي كان قرار. وشايف كويسة. كانوا كويسة. النهاردة بالقول. النهاردة كابتن بلال كاماركوس جيد. اهتمام وتركيز خوف. هو خايف. خايف يغلط مبروة بالنسباله. يعني يعدي بيها. لا هتديله حاجات تانية كتير بعد كده. المخالفة اللي بعد كده نشوف. هنا الراجل هنا المعيار واحد يا كابتن. ما عندهش أي مشكلة خالص. وهنا لقطة وقريب قوي قوي قوي. وأشهر الصفرة بوزن وطرات. هنا مشوفنا اللعب نادل أهل هنا مروان. هنا بنشوف. وإحنا قلنا هنا يا كابتن. قلنا لما الاستارز يروح في الحزاء. ودي مهمة للكل. الحزاء غير ما يروح فوق الحزاء. خلص حفظنا. هنا دي أقصى دربات التهور. والبطاقة الصفرة هنا. نشوف هنا كابتن القرى. الإيد هنا البوينت نزلت. رجل هنا نزلت 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 على الحزاء. والحزاء هنا محمي من محمي القدم. وبالتالي هنا لو فوق شوية سنة. كانت ممكن الفر يتدخل في هذه اللعبة. ولكن هنا البطاقة الصفرة كانت بطاقة مستحقة. والقرار كان قرار صحيح للحكم عبدالزيز السيد. نرحل لبعديها. أنا بأخذ هنا بس. مش على عبدالزيز بس. ولكن كمان عند الحكم المساعد الثاني يا كابتن شريف عبد منعم. وممكن أنت تحضرني فيها الشريف هنا. هنا لو أنت بمكان الحكم المساعد هنا. الإيه دي الحكم مشوفهاش. مستخبية. لذي ما أنا بعينه هنا. لا بس دي غصب عنه يا كابتن. حاولك. دي غصب عنه. أنا معاك. ومش شايف. أنا معاك. ولكن هنا الكونا يا كابتن أنا ممكن ارتكب مخالفة بإهمال وغصبا عني. والحكم ليس براك لكذا. نتكب إهمالي أنا. هنا الوش دي دايما منطقة محمية حتى لو أنا بروح بإيدي بإيدي أو حركة اللاعب. أنا هقولك اللاعب يا كابتن بيلال اللي هي على ياسر إبراهيم لما تحسب إليه لمزة يد. والكرة نزلت على أداء وهو وضعه الجسم الجسماني. لو جوه كان يحسب بلن. تقدر تقولي أنه هو مش قصده. لا مش مش قصده. هنا في مخالفة كابتن استخدام الزراع. أنا بعتب على الحكم مساعدة شامد تسوي اللي عمل واشي كويس قوي. كان لابد من إسرعي الحكم في هذه الحالة نشوف هنا الزراع مفروضة. وقلنا دي بطاقة صفرة نتيجة أن هنا اللاعب بتهور. أيا كان هنا في تنافس ولكن الإيد خرجت في وجه اللاعب. ولو دي داخل منطقة جزائي كابتن ميلال. حضر تقولي قصده عنه ولا هتحسب راك الجزاء؟ لا يا كابتن أنا يعني أنا بقول أنه هو أصلا يعني مش محتك مع مع دبيس. وهو مش شايفه أساكرك. دي أصلا عالية من البداية هو بيحجز على الكرة يعني فاهم قصدي؟ كابتن بلال في كثير من الأخطاء اللعبة مش قصد. مش قصد أنا معاه. مش حقال. هو مش قصد أه بس تبقى للقانون. واخد بالك ولا كورة مع دبيس كمان. الكابتن بلال في كتير من الأخطاء اللعبة مش قصد. بس كابتن في حاجات كتيرة كابتن. في حاجات لا 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 حتى لو أنا مراضي. كابتن أحيانا لكابتن بلال. 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 لو أنت رفع رجلك ومش قصدك وبتلعب كرة وراح بلك راح تفوش واحد. ها. حتقولي أنا مش قصد انا بلعب الكرة ولكن مش قصد. كابتن اللي داخل عليه مش قصد. تعاقب. كابتن أنا ليه علاقة هنا بالحدث. هو بإحساسه أنه في حد جامل. أمو ما أنا بتكلم هنا كابتن. بس بس بس. هشاب الدسوء هنا. لابد أن هو. ها. هنا الحكم مساعدة تأخر بالقرار. هنا الحكم مشابش. نروح لحالة بعد كده نشوفها. وهنا حالة من الحالات المهمة هنا. ونشوف هنا تاني. منشوف ألي دينج. وهنا في حاجة اسمها اسرار على مخالفة قانون اللعب. شوف هو من هناك. وهو بيجري ورا اللعب بيحاول يعمل المخالفة. وهنا كام عبادة السيد هنا ورا الخطأ. ونشوف هنا الركل هنا واضح. والبطاقة السفرة مستحقة. وقرار الحكم كان قرار صحيح. والمعيار واضح وواحد. على الفريقين يا كابتل أيمن. مروان خد انذار. تيانج خد انذار. الحالة بعد كده. نشوف هنا نفس الشيء. ونجي هنا بقى للاعب نادي سانوميكا. ونشوف هنا سلوب الدخول. وتلقي الدخول على لعب نادي سانوميكا رقم خمسة. لو أحمد راجب نبيل. أو راجب نبيل. نشوف هنا المهاجمة بالقدم الواحدة أو بالقدمين يا كابتل. نشوف هنا جاي من المسافة. وبينزل هنا. شايف المهاجمة ازاي؟ هنا في مهاجمة. خلي بالك ستوب. لو الرجل راحت على ألصاق بطاعة حمرة مباشرة. طبعا. فيش تيها كلام. وهنا نزلت الرجل على الأرض. وبالتالي هنا المخالفة نزلت من الحمرة للصفرة. نتيجة التهور. وهنا جايبها بالبطيء. وهنا الصفرة كانت موجوبية. وكان قرار الحاكم عابي السايد فيها. كان قرار صحيح. ده الإنزار الأول للعب سانوميكا. نشوف. بعد كده نشوف. الإنزار اللي هو خد عليه إنزار الثاني. وقلنا المعيار هنا كان معيار واحد. هنا اللاعب يروح بجسمه. واضحة جدا 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 جدا. هو طبعا اللاعب زاكي. ولكن الحاكم كان أسك. نشوف هنا كابتن عادل. وهنا طبعا القرار هنا. قرار صحيح بالإنزار الثاني. نشوف هنا. وهنا الآخر سنة. عشان يروح في تعطيل هنا اللاعب نادي الأهلي. وبالتالي هنا استحق الصفرة ثم الحمرة. والقرار كان قرار صحيح. بإشهار البطاقة الصفرة ثم الحمرة في هذه الحالة. نروح للحالة اللي بعد كده. سريعا. عشان وقتنا. ونشوف هنا. شوف هنا. قرار الحاكم الشجاع. اللي هو ممكن ما كانش خايف. اعتراض طبعا يمكن هنا. البنجي هنا مش مورينة. اعتراض كبير جدا من لاعب نادي. سريميكا على الحكم المساعد. وهنا راح له على طول. ما استخباش وقالك مليش دعوة. خلي بالك دي مهمة. يا حكام. لما الحكم. لما لاعب يروح للمساعد. ويعترض بهذا الشكل. لابد انك انت تروح للمساعد. وتحمي مساعدك. وهنا أشهر البطاقة الصفرة. وهنا للاعتراض على قرار الحكم المساعد. ودي كانت آخر. حالة كابتن شريف كابتن إبلال. عادي اقول لي. ما فيش أخطاء. أثرت في نتيجة المباراة. التحكيم هنا. والمعايير كانت واحدة على النادي الأهلي. كانت على سريميكا. ما فيش فصاله. وبالتالي هنا الحكم نجح في المباراة. توفيق طبعا للحكام. ومبروك النادي الأهلي وهارد لك لنادي سريميكا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.